تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة وأوضحت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري حيث ستحصل أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه والمصاب ما بين 20 و 10 ألاف جنيه وأشارت الوزارة إلى أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي بل سيكون هناك دعم نفسي وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من أثار الصدمة كما سيتم فتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم ترجمة نانسي قنقر